مرحبا جميعا معكم خالد وأهلا بكم بحلقة جديدة على قناة المعرفة اليوم بنتعلم بدرسنا كيف نوصف اطباع وميزات الأشخاص الآخرين لا تنسوا الاشتراك لكل جديد فيكن تعملوا هذا الشي بالضغط على الزر الأحمر أسفل هذا الفيديو ملفات هذا الدرس كمان متوفرة للأعضاء المشتركين شهريا بقناة المعرفة فيكن تعملوا هذا الشي بالضغط على زر الانتساب أو على الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو وبتحصلوا كمان على كل شي ملفات للدروس اللي لنشر لها أنا ملفات من ضمن هذا الدرس شكرا جزيلا على الدعم أول كلمة اليوم هي سبونطان سبونطان يعني تلقائي أو عفوي كلمة الثانية هي تيل بوكا دراغن تيل بوكا دراغن يعني خجول كلمة اللي بعدها فيليا ستارك فيليا ستارك يعني قوي الإرادة كلمة اللي بعدها مية ديالسام مية ديالسام يعني صريح كلمة اللي بعدها أورشانسلي أورشانسلي يعني شديد الحساسية حساس زيادة عن اللزوم بعدين لي هارد لي هارد يعني شخص مزغي لما يسمع على الناس التانيين فيه يفهم عليهم ويعرف فورا شو بدهم فيه كمان بورن سليج بورن سليج يعني طفولي أو سخيف والشخص يلي بيعرف يحلل التحليلي هو أناليتيسك أناليتيسك والشخص اللي بتحمل المسئولية أو عنده كتير حسب المسئولية أنصفاش فول أنصفاش فول وإذا كمان شخص مخلص مخلص كمان أنه مثلا لشغله هان ييفن والمؤدب والخلوق منقول عليها والشخص الفصيح أو البليغ لما بيحكي كتير منيح بيعرف كيف نقي كلماته هي أما الشخص المندفع هي والشخص الداعم اللي بيدعم للآخرين والشخص الشكاك هو الشخص الشكاك هو الشخص اللي بيحب التعاون أو بيرغب فيه هو والمنفتح للآخرين اللطيف بيستقبلهم المليح mood toggling mood toggling أما الشخص النظامي المنهجي هو methodisk methodisk أما الشخص المنضبط disciplinary disciplinary والمستقل half standing half standing والشخص الاجتماعي منيح مع العالم الأنيس منقول عليه هي cell scoplic cell scoplic والمتفائل optimistic optimistic أما اللي براعي مشاعر الآخرين فهو hands in full hands in full واللي بيحترم الآخرين respectful respectful في كمان offspend offspend يلي هي الغير متوتر للهادي أما الشفوق ميدلي تصم ميدلي تصم والشخص المنظم منقول ordning sum ordning sum ويلي هو بيكون عادل أو منصف red face red face الشخص العدواني منقول عليه aggressive aggressive أما اللي هو مرن مثلا بالنقاش مية ديار لك مية ديار لك أما شخص البطيء بالتفكير يعني يتأخر شويلا يفهمها منقول seag seag أما المنتبه أو اليقظ voxam voxam وسريع التفكير quick tanked quick tanked أما اللي هو بيكون سريع البديهة slug fardig slug fardig وفيه الشخص الواقعي realistic 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 أما المتهور المندفع اللي بياخد القرار كتير بسرعة impulsive impulsive وواسع الخيال اللي بيطلع بيأصص كتير بسرعة عنده مخيلة منقول poxhitting poxhitting والشخص المنتج كتير بيأنتج يعني بيستغل وقته كتير منقول productive 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 وفيه كمال المتسامح يعني اللي بيتقبل الأراء المختلفة لشغلات نظرات الحياة المختلفة vtcnt vtcnt وفيه charismatisk charismatisk الشخصية الجذابة للآخرين اللي منقول عنده charisma بعدين فيه enthusiastisk enthusiastisk اللي هو المتحمس بعدين عندنا الحريص أو الحذر act sum act sum أما المتواضع منقول عليه urdmiuk urdmiuk أما الصريح والنزيه منقول عليه uprichtig uprichtig أما المطيع منقول عليه lidik lidik أما الفكاهي humoristisk humoristisk أما فيه كلمة behash cut behash cut يعني المتزن وفيه كلمة متفاهم اللي هي rezonlig rezonlig الغير متفاهم هي منحط الله ubi 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 rezonlig أما المشاغب bro kick bro kick ولي بتقلب مزاجه طول الوقت umbitlig umbitlig أما الشخص الخدومي منقول chance villig chance villig فيه كلمة sterkig sterkig يعني فوضوي وكمان فيه ubatank sum ubatank sum اللي هو المتسرع متهور ولي بينسا كتير منقول glumsk glumsk ولي بيشتغل كتير المثابر arbiat sum arbiat sum والملي بالخيال منقول fantasyful fantasyful بعدين فيه urad urad يعني غير خائف وفيه كمان الموضوع يعني ما بيخلي آراء تنخلط بكيف الحقيقة هي موجودة objective objective واخر شي عنا عديم الشفاء يعتلس يعتلس شكرا كتير على مشاهدة حلقة ثانية على قناة المعرفة كاماكم خالد لا تنسوا تحاكم الموقع القناة svanskasnabt .com لفهرس لجميع لدروس الموجودة على القناة لا تنسوا الاشتراك وكما تركوا تعليق أسفل هذا الفيديو سأشوفكم بالحلقة الجاية